اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وانما كنتوا عم بتتابعونا اقامت الجمعية الشركسية الخيرية ضمن خطة نشاطاتها الاجتماعية محاضرة حوارية بعنوان استشراف المستقبل قدمها المستشار والمدرب التربوي صالح الحموري نشوفها التقرير عندنا يا زمينا اسماعيل السلاوي ومنرجع اقامت الجمعية الشركسية الخيرية ضمن خطة نشاطاتها الاجتماعية محاضرة حوارية بعنوان استشراف المستقبل التي قدمها المستشار والمدرب التربوي دكتور صالح الحموري بحضور عدد من الشخصيات الدينية والتنموية وممثل مؤسسات مجتمع مدني اليوم محاضرتنا رح تكون عن استشراف المستقبل العالم الايام هاي وكل مؤسساتنا كانت حكوبية ولا قطاع خاصة لمنظمات مجتمع مدني يجب عليها استشراف المستقبل لانه هناك توجهات كبرى على مستوى العالم هناك تغيرات جذرية في جميع مناحي الحياة على مستوى التكنولوجي وعلى مستوى البي وعلى مستوى الاقتصادي فيجب علينا ان نستشرف كيف نكون شكلنا سنة 2030 2020 2025 العالم دخل ايش اسمه الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة هاي رح تغير اشياء كتير زي ما بنحكي دخلة الريبوتات رح تصير موجودة عندنا في مؤسساتنا دخلة السيارات بدون سائق دخلة البيك داتا دخلة مواضيع اقتصاد تشاركي دخل كثير من المواضيع في الثورة الصناعية الرابعة فوجب على جميع مؤسساتنا انها باسرع وقت تبدأ في عملية استشراف المستقبل الاستشراف بعدين بنخطط زمان طول عمر نحن نعمل تخطيط استراتيجي ولكن الان يجب على مؤسساتنا اولا ان تستشرف المستقبل ومن ثم تخطط على الارض حتى تصل الى ما تربو اليه في عالم من معاصر يموج بالتغيرات المتلاحقة والمتشابكة الكبيرة وفي ظل التغيرات التي تلامس واقعنا وحياتنا اليومية واجب علينا ان نبدأ بالتفكير الجدي بمواكبة التغيرات كافراد ومجتمعات وحكومات لكي لا يسبقنا الزمان ولكي لا نعيش كمتأخرين عن الاحداث والتطورات الدكتور الحموري وخلال محاضراته تطرق الى الثورة الصناعية الرابعة وما سينتج عنها ونوها الى انه يجب على حكومتنا وخلال السنوات القليلة القادمة يجب عليها ان تمارس خطة استراتيجية طويلة الامد لمحاولة مواكبة التطورات التي تحدث وستحدث في الاعوام القادمة مجموعة اخرى من الجان لتهدف الى مش بس تقديم السمك لانه كل ياتنا يعني بنعرف موضوع السمك وانه بنتهي لكن تهدف الى تعليم المجتمع تعليم افراد المجتمع كيف يتمكنوا من اصطياد هذا السمك ولذلك كانت فعالياتنا اليوم اللي التلفزيون المحترم الراقي جاء وغطى هاي الفعاليات يذكر ان الجامعية الشركسية الخيرية كانت من اول الجامعيات الخيرية التي تأسست في عمان حيث دأبت الجامعية ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي على نشر ثقافة التكافل والتكاتف بين اوساط الشعب الاردني تشكر زمين اسماعيل السلاوي على هذا التقرير المميز اشتركوا في القناة